توقعات كارثية البسانت يوسف 2022 حرب مخططات شريرة وخطر يهدد مصر بكل المتابعين والمشاهدين على قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات توقعات 2022 مع بداية عام جديد دائما ما يتمنى الناس حول العالم عمل سعيدا مليئا بالنجاحات على مستويات مختلفة لكنهم وسط هذه الأمنيات لا تغيب عن بالهم معرفة توقعات المنجمين المشهورين في هذا المجال ومنهم بسانت يوسف توقعات خبيرة التاروت بسانت يوسف أن تشهد مصر أحداثا صعبة لم تشهدها البلاد منذ فترة معقبة هناك حالة خمول وسكون لكن مرة واحدة ممكن يحصل حدا وأضافت خلال لقاءها ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمري أديب بقناة NBC مصر هناك خطر يهدد مصر في عام 2022 هناك شيء خطر في الأفق لكن سيتم كشفه قبل حدوثه وعن توقعاتها للحالة الاقتصادية للمصر في عام 2022 فقالت الحال ممكن يكون ضيق ومسك شوية لكن مش متأزم ولا يوجد أزمة اقتصادية كبيرة وكل حاجة هيكون لها حل وعن الوضع الوبائي لكورونا في مصر في عام 2022 علاقيت بسانت يوسف الوباء مش هيزيد ومش هيكون فيه مشكلة متعلقة بالكورونا مش هزيد في العالم إصابات كورونا ستكون محدودة في العالم خلال عام 2022 وستكون بالنسبة لنا وباء عادي ولازم نتأقلم معها ونعتبره زي الإنفلوانزا وردت بسانت يوسف على سؤال عمري أديب فيه أشرار هيهجمه مصر في عام 2022 فعلقيت بسانت يوسف فيه شر وهناك بدايات وترتيبات بتحصل ضد مصر من دلوقتي لكن في الآخر مش هنرجع للأيام الصعبة ومش هيبقى فيه خطر على الأرض وأجابت عن سؤال آخر مصر هتحارب في 2022 قائلة لا مش هيحصل حرب حتى لو فيه كلام عن حرب وعن أزمة سد النهضة قالت علاقة مصر بأسيوبيا ستكون متبينة لكن مش هيكون فيه مشكلة كبيرة بس فيه تجاريات هتحصل أما عن انهيار السد أو حدوث زلزال في أسيوبيا فلكيا أسيوبيا متأثرة بشكل صعب وقد يحدث بها مجاعة وكشفت خبيرة التاروت بسانت يوسف عن بطر الدوري المصري لعام 2022 قائلة الورق بيقول الأهل هو اللي ياخد الدوري هذا العام والزمالك لن يحصل عليه وكشفت خبيرة التاروت بسانت يوسف في نفس اللقاء عن توقعاتها بشأن العام خلال عام 2022 متوقع ظهور فيروس جديد بخلاف متحورات كورونا أما عن توقعاتها للعالم فقالت سيشهد العالم خلال عام 2022 حدوث زلزال وبركين وأعصير قوية بشكل أصعب مما حدث في الماضي وسيكون هناك زواهر طبيعية صعبة للغاية منذ بداية العام الجديد حتى أكتوبر 2022 وتبعت فيه دول عندها مصايب عنيفة في 2022 وزوية فلكية في أبريل تنبئ عن اندلاع حروب وثورات وزهور أوبئة وحدوث اغتيالات انتحار جماعي وعن توقعاتها المصر في 2022 قالت بسانت يوسف مصر ستكمل نجحتها في 2022 والعيون هتكون عليها لكن فيه زوايا قلقتني مثل التي حدثت في بعض السنوات الصعبة حدثت تشتركوا في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بتوقعات 2022 لباقي علماء الفلك وياريت لايك وكومنت وشير تحياتي للجميع وكل عام وأنتم بخايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر